وصل الرئيس ساني الشيجينبين إلى العصمة الشيكية براغ في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس ساني إلى هذه الدولة الأوروبية منذ بذل علاقات الدبلوماسية بين البلدين سيلتغيش بنظره الشيكي ميلوس زيمان ورئيس وزرائه بوسلاف سوبوتكا حيث سيوقع الرئيسان عدد من الاتفاقيات في مجالات النالية والبنى التحتية والتقنيات والتبادلات التعاليمية كما سيناقشان موادرة الحزم والطريق السينية والعلاقات السينية الأوروبية هذا وسستمر زيارة الشيجينبيني إلى جمهورية الشيك لمدة ثلاثة أيام